اشتركوا في القناة 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 تبقى هنا إلى اشتركوا في القناة العصرات حلوة وتساعد على العصر اللمون بسرعة أحسن من العصرات البلاستيك سأجد الملح المرجان بيبقى طعم حلو جداً هذا هو يعتبر ابن عم البربوني لا تحتاج ملح جداً سواء هي أو الجنباري ونفس التدبيلة هي تنفع لكل أنواع السمك والجنباري أيضاً أريد أن تحطي البابريكا أو أي نوع تاني من التوابل كل واحد حسب نظاك اللي بيحبوا كده خلاص إحنا ملحنا أهو بسم الله الرحمن الرحيم كده خلاص إحنا ملحناه تمام هنبتدي بقى نحضر الدقيق وعشان إيه نقليه المرحيم أضح الزيت مرحيم المرحيم 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 تمام جماعة ده اللي ادي اللي هحط فيه السمك عشان القبر الدانية هحط بقى ايه اه معلقة نشا ماشي من النوعية دي او اي نوعية عندك تمام حط معلقة نشا لبقى معلقة النشا عشان النشا بيديله ارماشة حلوة يعني بيديله ارماشة من جوه من بره من بره حلوة ومن جوه بيبقى طالي حلوة خلاص شوية ملحة صغيرين كده حان برضو يدي لكا حلوة حابة كمون كده صغيرين هقلق بقى اكله مع بعضه بيدي ده حط دي بحتاجش وقت خالص ولا مجهود واخدبالك تبي محترى مسلا تعمل ايه او كده ساعات الواحد بيزهق من الطبيخ والحاجات دي فبيميلي السمك شوية انا عن نفسي بحب السمك صراحي ايه اكي هاركنها كده دي بالتانية دلوقتي هنبتدي بقى نقلل السمك ادي السمك اهو عملناه في دقيق زي ما انا وردتكم طبعا كل سمك هننفضها كده بوش يا جماعة ننفضها كده من دقيق مستنى طبعا لحد ما زيت يسخل ونضعوا ثلائه بسم الله الرحمة الله بحين طبعا تبقى ان تكون النار عاني يا جماعة تبقى النار متوسطة تبقى النار متوسطة طبعاً بنسيبه منعبس نقلب كل شوية فنكريت منينا طبعاً بنقلبه مرة واحدة بس طبعاً حليل بتاع هاي كمال يجبها خلية شوية ونقلب الثانية من العالمين طبعاً برراحة طالبة ونقوم بقى ايه ونقوم بقى ايه عن بيشت تاني كده ونقوم بقى ايه هتجي بقى ايه اشد السمك هاي وفلاص التعمله انا عايزا لونها دهبي وخلاص صلعنا السمك بتاعنا من الطاصة. الالية هي زي ما انتم شايفين. بص انا عملته وانا بحبه اللون دوا. انا بحب المخلل جدا جنب الاكل بيفتح النفس. اه لو اي نوع مخلل عندك انا بحب الزيتون واللمون يعني. كلها تحسب زوقه. اه عملت جنبه رز بالطماطم والبصل يعني صيادية. وعملت شوية سلطة. وطبعا عود نعناع. عشان بيدي صراحة. وشوية سلطة زي ما انا قلت لكم. اه يا رب الفيديو يكون طبعا عملتها لكم بطريقة مبسطة. اه يا رب الفيديو يكون عجبكم. وقل لكم بقى ازا عجبكم. اذا عجبكم الفيديو سابسكرايب و لايك وشير. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.